طيب بالعودة قبل ما أتكلم على موضوع دمهير النادي الأهلي بالعودة للجهاز الفني قلت لكم الأمور ماشية زي والناس اللي موجودة خلينا أقول لكم الأسماء بالضبط عشان الناس تبقى عارفة كولر مدير فني للفريق حيساعدوا كل من هيرالد جامبريلي ده مدرب مساعد الكابتن سامي أمصان مدرب عام التونسي أو اللي هو السويسري بأصول تونسية ياسين الميكاري ده محل الأداء ومدرب أحمال تيزيان أندرياس أندويا ومشيال يانكن المدرب حراس المرمى اللي مرتبط جدا بجمهور النادي الأهلي واللي في حقيقة عمل طفرة في مستوى حراس المرمى داخل النادي الأهلي واللي كان موجود في قطاع الناشئين فبالتالي حيكون مدرب حراس المرمى بالمناسبة الميكاري ده كان بلعف منتخب تونس هو السويسري صاحب أصول تونسية عنده جنسيتين يعني المهم ده حيكون محلل الأداء بالمناسبة كمان حيكون موجود الكابتن سيد عبد الحفيز مديرا للكرة بالمناسبة كمان الراجل ده اللغة الأساسية بتاعته الألماني مش الفرنساوي فمن المتوقع أنا حيكون فيه طبعا مترجم يجيد اللغة الألمانية كمان وارد جدا وارد جدا أن يتم إضافة عنصر مصري جديد في جهاز كولر مع النادي الأهلي خلي بالك من كلامي ربما يتم ربما يتم إضافة عنصر مصري جديد في جهاز كولر مع النادي الأهلي الموضوع ده محل مناقشة ولسه بيتم دراسته إما حيتاخد قرار أن يكون فيه عنصر جديد ما عنديش أي معلومة عن الأسماء المرشحة أو حاجة أو ممكن ما يكونش أصلا يكون فيه عنصر جديد ويكتفوا بالجهاز الفني ده لسه أنا بقول لكم التطورات بالتحديد وأنا أنتظر طبعا إيه الأعلان الرسمي من خلال مؤتمر الصحفي اللي حيكون يوم الاثنين قبل المؤتمر الصحفي إيه اللي حيحصل؟ الرجل حيوصل النهاردة بنسبة كبيرة جدا حيروح على الفندق بتاعه أو وصل خلاص يعني ويروح للفندق بتاعه بكرة حيكون فيه اجتماع مع الكابت المحمود الخطيب يعني الكابت المحمود الخطيب حيجتمع مع الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي الساعة 12 الدهر بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وبعد كده الرجل حيتعرف على النادي يبص يلف في النادي يلف في الغرف الخاصة بالفريق الأول لقرة القدم يعرف الأمور ماشية زي اجتماعه مع الكابت المحمود الخطيب حيتم التطرق له لإستراتيجية العمل خلال الفترة اللي جاية الجوانب الإدارية الجوانب الفنية اللي حيحصل السيستم بتاع النادي الأهلي ماشية زي بعض القواعد المهمة جدا اللي حيعرفها بشكل مؤكد من كلال طبعا جلسته مع الكابت المحمود الخطيب والتفاصيل اللي حضراتكم دايما بتكونوا عارفينها ربما كمان بكرة يحضر لعبي النادي الأهلي ويكون في جلسة مع المدير الفني وجهاز الفني الجديد بس حيبقى فيه تدريب؟ لا ما فيش تدريب بكرة ما فيش تدريب بالنسبة لنادي الأهلي أول مرار رسمي بالنسبة للفرق تحت قيادة كولر المدير الفني الجديد حيكون بعد بكرة بإذن الله تعالى وده اللي حيكون بعد المؤتمر اللي حيكون يوم الاتنين اللي هو بعد بكرة اللي حيبتدي بالضبط الساعة واحدة الظهر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وإحنا دايما متعاودين مؤتمرات الصحفية في النادي الأهلي أو أي حاجة من الجانب ده بتتعامل بشكل مميز جدا وبشكل جيد للغاية وبيبقى منظمة بشكل كبير فهتشوفوا المؤتمر الصحفي أكيد هيتزع من شاشة قناة النادي الأهلي هتعرفوا كل التفاصيل الناس تتعرف على الراجل نشوف تصرحاته الأسئلة بتاعت الزملاء الصحفيين كل الكلام ده حيكون الساعة واحدة الظهر يوم الحد عفوا يوم الاتنين اللي هو بعد بكرة بإذن الله تعالى عشان كل الأمور اللي الناس تسأل فيها يتم الرد عليها ويتم الإعلام بشكل رسمي تام عن تولي الراجل المسئولية وبعدها ينزل التدريبات اللي هتنطلق بالضبط فيه تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة تمام حلو دي كل الأمور وكل الكواليس